السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهاردة انا جايب لكم وصفة بجد رهيبة هنعمل احلى واجمل كيكة صحية كيكة على البارد وكمان نباتي من غير بيت من غير منتجات البان ومن غير نشويات لا دقيق ولا شفان خالية من الجلوتين وكمان من غير دهون وهنعملها كمان من غير فرن ولا حتى سكر الكيكة الجميلة دي مناسبة للضيت العادي واللوكارب والمرضى السكري ومقاومة الانسولين حساسية الجلوتين حساسية الالبان وحساسية البيض طريقة تحضيرها سهلة بمكونين اتنين بس يلا بينا نشوف طريقة العمل الوصفة دي بمكونين اتنين بس اول مكون معانا هو التفاح معايا هنا اربع حبات من التفاح اي نوع انتو بتفضلوه احمر اخضر اصفر زي ما انتو عايزين بس يفضل استعمال في الوصفة دي التفاح الاحمر علشان بيكون مسكر التفاح الاخضر بيكون مزي شوية يعني لو بتحبه التفاح الأخضر مفيش أي مشكلة حتى كمان هيبقى لونه فاتح شوية أنا هستعمل في الوصفة دي أربع حبات من التفاح الأحمر هنقشره بقى دلوقتي بالشكل ده مش محتاجين القشر أبدا وبعد ما قشرته بالشكل ده هنقطعه برضه ونبدأ نشيل الجزء اللي في النص نقطع كل التفاحة أربع أجزاء ونشيل الجزء اللي في النص بالشكل ده ولو فيه أي جزء من القشر نشيله علشان ما يبقاش باين ألوان مختلفة في الكيكة يعني تكون لون واحد وبعد كده هنجيب بقى دلوقتي المبشرة ونبدأ نبشر التفاح بالشكل ده فيه طريقة تانية ممكن إن احنا نجيب الكبة ونقطع التفاح قطع صغيرة قوي ونحطه في الكبة يعني لو انتوا عايزين لكن فيه ناس كتير ما عندهاش كبة فأنا حبيت أعمل طريقة سهلة ومتوفرة فهنجيب بقى دلوقتي المبشرة ونبدأ نبشر التفاح في الناحية الوسعة لغاية لما نخلص الكمية كلها وهنا خلاص أنا خلصت الكمية كلها بتكون معانا بقى بالشكل ده هنجيب بقى دلوقتي الهاند بلندر ونبدأ إن احنا نفرم التفاح ناعم قوي الخطوة دي مهمة إيه زي ما قلت للناس اللي مش عايزة توبشر أو إن هي مش عايزة تستعمل الهاند بلندر هاتوا الكبة وقطعوه قطع صغيرة جدا وبعد كده شغالوا عليه الهاند بلندر إيه زي ما بعمل كده بالزبط لغاية لما يتفرم معانا ناعم جدا كده خلاص كده بيكون جاهز معانا ده كده أول مكون جاهز معانا هنجيب بقى دلوقتي أي إناء كده يكون غير لاصق وهنحط بقى دلوقتي التفاح المهروس وناخده بقى على عين البتجاز هنقلب بقى تقليب مستمر كده لغاية لما التفاح يبدأ إن هو يسخن معانا أول ما يبدأ إن هو يسخن معانا بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي يبدأ يطلع فققاء بالشكل ده هنحط بقى دلوقتي المكون التاني أنا عايزة أقول حاجة أنا محطتش في الوصفة دي سكر أنا اكتفيت بالسكر الموجود في التفاح وصدقوني مش هتحتاجه تحط سكر لو استعملته تفاح مسكر لكن لو عايزين تحط سكر ديت ممكن تحطه في المرحلة دي لو عايزين تحطه عسل برضو ممكن تحطه في المرحلة دي المكون التاني بقى معانا هو الجيلاتين هنحط دلوقتي كسام من الجيلاتين ده جيلاتين من غير سكر من غير نكهة الكيس الواحد عشر جرام يعني أنا حطيت عشرين جرام من الجيلاتين بما يعادل معلقتين كبار من معالق الطعام معلقتين كبار هنقلب بقى دلوقتي في المرحلة دي باستمرار كده علشان الجيلاتين يدوب ويختلط مع التفاح وأول ما يبدأ يطلع معانا فقط قيع بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي بيكون خلاص جاهز معانا وبالنسبة للناس اللي دايما بتحب تسألني عن بدائل الوصفة دي المراضي بقى مفيش فيها بدائل لان هي عبارة عن مكونين اتنين بس معانا هنا التفاح بيدينا طعم الكيكة بالتفاح وكمان المادة الربطة معانا الجيلاتين والجيلاتين مادة الربطة وكمان له فوايد كتير جدا للجسم وللعظم فالمكونات معانا هنا اساسية طفاح وجيلاتين اول ما يبدأ معانا الخليط يدينا القوام بالشكل ده كده ويبدأ ان هو يطلع فقط قيع كده خلاص كده بيكون جاهز معانا هنجيب بقى دلوقتي اسباته لكده ونلم التفاح على بعضه بالشكل ده يعني وخلاص كده هنقفل عليه النار البتجاز ويلا نعمل الخطوة اللي بعد كده بيكون معانا بالقوام ده طبعا لان انا مستعملة طوصة تفال ومش عايزة جرحها من الاخر يعني فهرجع تاني احط التفاح في نفس الاناء اللي كان فيه في الاول اللي هو الاناء اللي احنا بشرنا فيه التفاح وهجيب بقى دلوقتي مضرب قهربة الخطوة دي انا بعملها ليه علشان اتأكد ان مفيش كلكعة من الجيلاتين ان الجيلاتين اختلط قويس مع التفاح لان طبعا فيه فرق من اننا نقلب بمضرب يدوي عن اننا نقلب بمضرب قهربة فشغل بس المضرب كده لغاية لما حس ان هم مفيش اي كلكعة من الجيلاتين وبعد كده هعمل خطوة ممكن تعملوها او لا هنا خلاص بقى هعمل دلوقتي خطوة انا حب ان انا اعملها بصراحة هو ان انا افتح اللون بتاع الوصفة شوية لان طبعا لون التفاح بعد ما استوى ادنا لون غامق شوية فإن لي يفتح لينا الوصفة طبعا ده اختياري فهجيب بقى دلوقتي تاني الهند بلندر وهشغل كده الهند بلندر هتحس بمجرد ما اننا نشغل تاني الهند بلندر على التفاح والجيلاتين بيبدأ اللون يفتح معانا على حسب بقى ما انتوا عايزين الدرجة تستمروا في الهارس بالشكل ده كده بالهند بلندر لغاية لما يكون معاكم اللون زي ما انتوا عايزينه او ممكن تلغوا الخطوة بتاعة مضرب القهربة والهند بلندر وتحطوا الخليط بعد ما قلبته فيه الجيلاتين تحطوه تاني في الكبة لغاية لما يكون معاكم باللون ده او افتح شوية يعني كل ما تستمروا في الخفق كل ما هيديكم لون افتح على حسب ما انتوا عايزين انا بالنسبالي اللون ده كده كويس قوي وكمان القوام بقى معايا كويس قوي القوام كده مفيش فيه اي كلكع من التفاح مفيش فيه اي كلكع من الجيلاتين بيكون معانا بالشكل ده هنجيب بقى دلوقتي اي اناء ونبطنه كده بنيلون غزائي او ورق زبدة طبعا لما خفقناه شوية اقطار كده ما عادش سخني يعني بقى بارد معانا دلوقتي للناس اللي هتقول ما تحطيش الخليط سخن على ليلون غزائي هو دلوقتي ما بقى السخن اصلا لو انتوا عايزين تستعمل ورق زبدة حاجة ترجع ليكم جبت بقى دلوقتي صنية والصنية هنا المقاس بتاحها على حسب ما انتوا عايزين الارتفاع بتاع الكيكة بس يفضل استعمال صنية صغيرة بعد ما حطيت الخليط بالشكل ده هبدأ ان انا اهز الصنية كده علشان يتوزع معانا كويس واجيب تاني الاسباتولة كده وساوي السطح من فوق وخلاص كده بيكون جاهز معانا كده الكيكة خلصت معانا هناخد بقى دلوقتي الصنية دي واندخلها التلاجة مش اقل من اربع ساعات وده شكلها معانا بعد ما طلعت من التلاجة انا سبتها تقريبا كده خمس ساعات هي هتمسك معاكو على طول بعد اول اربع ساعات وبتكون معانا بالشكل ده طبعا التلاجة مش الفريزر اربع ساعات بس وبنطلعها بقى دلوقتي بتطلع معانا بمنتهي سهولة لان طبعا النالون الغذائي بنشيل منه كده بتبقى سهل خالص ان احنا نطلع الكيكة وهنحطها بقى دلوقتي على الطبق اللي احنا هنقدن فيه وهنشيل بقى دلوقتي النالون الغذائي بيطلع معانا بمنتهي سهولة وبتكون معانا بقى الكيكة بالشكل الجميل ده متماسكة طبعا بسابة جيلاتين طعمها تفاح واهم حاجة جماعة ساقعة كده في الجو الحر اللي احنا فيه ده بجد بتدي احساس بالانتعاش طعمها لذيذ قوي وتاكل منها زي ما انتوا عايزين هنحط اخر حاجة بقى للتزيين وكمان الطعم هنحط على الوش شوية بسيط كده من القرفة هنرش القرفة بالطريقة العشوائية دي القرفة مع التفاح طبعا مش محتاجين ان احنا نتكلم عنهم الطعم خرافة وخلاص كده بتكون جاهزة معانا الكيكة على فكرة متماسكة وطعمها لذيذ قوي هنجيب بقى دلوقتي سكينة ونبدأ نقطع الكيكة قطعوها بالحجم اللي انتوا عايزينه بتكون معانا بالشكل ده هنشوف بقى دلوقتي القوام بتاعها بتكون معانا جميلة جدا للناس اللي بتحب طعم الطفاح مع القرفة الوصفة دي هتعجبكو جدا الوصفة دي صحية جدا ممكن تاكلوا منها اي كمية انتوا عايزينها طعمها لذيذ او منعشة مناسبة للضايط العادي مرضى السكري مقاومة الانسورين وكمان لمتابعين نظام اللوكارب حساسية الجلوتين حساسية الالبان حساسية البيت اوعى تنسوا اللايك وشير للفيديو وبالفهانة وعافية